يعني الأسد اللي ما بكلمه لا دعيب ما تعملش ده اسمع الكلام هضربك انت كده غلط برافو شاطر بيفهم موسيقى هي كانت شغلة والدي على رحمة الله مجالي الساركة عموماً أنا حبيتها من حب والدي لها ولما كبرت وأقادي شدي شويتين كده فحبيت فكرة الحيوانات المفترسة من الله يرحمه المدرب القدير ممدوح الحدي أشيئة الحيوانات المفترسة يعني حب اللي هم اللي علمني معنا كلمة حب مع الحيوانات حيوان زي ما بتلاقيه بتحبيه بيحبك أب بس ده ما يمنعش الهجوم المشاكل الإصابات اللي بتقصل اللي في الأول وفي الآخر بنتعامل مع حيوان مفترس عندي ما شاء الله دولار وعندي حمزة وعندي إيو وعندي شوشو وفيه ما شاء الله فقل الله فرح وفيه برودي 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 بندله البقرونات بتاعته بنهتم بيه وبرعايته الصحية طبعا بيبقى كل اهتمامنا ليه هو لأن احنا نفضل البيت عشان احنا اكبر وقت هو هيقضيف راحه هيكون في البيت ما ينفعش يلقى في السرق وبيبدأ يجي السرق من عمر سنة الفترة دي بيبدأ يكون هو حب البشر من كتل تودده معهم في البيت هما بيقاكنوا بس فهنا فهم البشر دول أصدقاء ليه مش ما فيش بينه وبينهم اول ما بيلقى السرق بيشوف اخواته بقى اللي زيه بيبدأ يشوف الجمهور فنو كنش متفاجر من الجمهور اللي ان هو متعود على البشر في البيت الاناس دي انا بدلعها كأنها بنتي يا شوشو حبيبتي ونونو وطبط عليها وطبط الشق اللي بتقدوني وطبط عليها وطبط عليها وطبط عليها بيبقى الموضوع زي إش اللي وصل في قلبك هو اللي انت بتصدره الحيوان انت بتالي هو بيصدرلك